انا برفع ايدي واقول لحضراتكم ان انا زهقت زهقت وبقيت مش عارف اطلع اتكلم اقول ايه لانه كل يوم هو هو نفس الكلام كل يوم اخطاء تحكيمية تحدث تؤثر على نتيجة مباريات ونطلع نقول يا جماعة من فضل حضراتكم يجب ان يكون هناك عدالة في التحكيم من فضل حضراتكم يجب ان تكون كرة القدم داخل الملعب فقط مش عايزين امور اخرى خارج الملعب تؤثر على التحكيم وتؤثر على الحكام وتؤثر على المباريات الكبيرة النادي الاهلي فريق كبير النادي بيرامدز فريق كبير النادي الزمالك سيظل دائما القدب الثاني لكرة القدم المصرية يا جماعة عايزين نتفرج على مطش الاهلي وبرامدز مطش حلو عايزين نتفرج على مطش الاهلي وبرامدز من غير ما يكون فيه شد عصبي شد اللي هو شد المطش احنا كاهلوية نبقى مجدودين عشان عايزين نكسب بيرامدز وناخد الدوري وبرامدز يبقوا مجدودين عشان يبقوا عايزين يكسبوا وياخدوا الدوري حقهم حقهم ولكن عنا الحقيقة انا بحيي كابتر محمود الخطيب وبحيي ادارة الكرة في النادي الاهلي لانهم خدوا قرار انا بشوف ان لو ربنا كرمنا السنادي وقدرنا ناخد الدوري ان هذا القرار باستقدام حكام اجانب لمبارتي بيرامدز ومبارات الزمالك اللي هي لم تلعب وانسحب نادي الزمالك ومبارات المصري اعتقد ان ده كان افضل قرار تم اتخاذه خلال الفترات الاخيرة هتقولي للدرجات دي هقولك للدرجات دي لانه كل مباراة كل مباراة لنادي المنافس انا هنا عايز اتكلم عن المنافس والله لو نادي بيرامدز فانا والله انا ما بغلطش والله انا ما بقول حاجة ولكن هذه هي الحقيقة الواقعة قدامي وقدامي الجميع قدامي وقدام مصر كل انا رجل بلعب لعبت شوات كورة يعني فبفهم لما واحد يشديني وقع في منطقة الجزاء بتتحسب ضرب الجزاء يا جماعة على فكرة وشاهد على كلامي ده الاستاذ اهاب الخطيب هنا في القناة كنا قاعدين بنتفرج على ماتش الاتحاد وبيرامدز انا والاستاذ اهاب قاعدين بنتفرج على ماتش فبيقولي نتيجة سفر سفر قلت له بيرامدز هيكسب تلات اربعة لان الاتحاد في مشكلة في نادي الاتحاد مش قصتي دلوقتي ولكن كده كده بيرامدز هيكسب بيرامدز افضل من نادي الاتحاد في هذه المباراة يعني ولكن يا جماعة لماذا هذا الظلم التحكيمي اللي بيحصل نادي الاتحاد تم ظلمه اليوم في مباراته امام بيرامدز على فكرة احسب ضرب الجزاء لو انت حكم هاتلي يا ساميل لو سمحت الصورة حط لي الصورة لو سمحت حضرتك احسب كحكم يعني احسب ضرب الجزاء او كفار تعالى حكم الكرة ضرب الجزاء واحسبها ضرب الجزاء وعلى فكرة ممكن تضيع احمد الشناوي واحد من افضل حراس مرمى مصر فيا جماعة هو ينفع الكلام ده انتوا ليه بتخلونا نبقى طلعين والله الواحد طالع واموره جيدة وان شاء الله نشوف يا جماعة والله يسألوا كل الناس واحنا بنتكلم يا جماعة من فضل حضراتكم عايزين نتكلم بشكل فني ونتكلم عالكورة والبيرامدز فريق كبير والاهلي اكبر واكبر والزمالك ان شاء الله يرجع ويبقى احسن واحسن وتبقى الدوري السنة الجاية والله والله هذا هو الكلام اللي بيحصل ولكن وفاجأ بلقطة مصر كلها بتتكلم عنها مش اسلام مش قناة الاهلي حتى كل الاسكندرانية يكلموني قالوا لي يا كابت الاسلام هو دا يرضي ربنا احنا عارفين ان احنا كده كده حنتغلب ولكن ما تحسب لنا يا اخي درب جزاء عندك صورة اوضح دا فيه صورة انا شفتها على غلط طبعا ما شفتها لايف فيه صورة اوضح من دي مئة مرة والنتجة كانت سفر سفر ما هو الفيديو عشان الحوى انا فاهم بس انا بتكلم على صورة احسن من دي دا فيه صورة يا جماعة هو فيه كده في الدنيا انا بسق في كابتن سامير عثمان لما اسمع كابتن سامير عثمان طالع ويقول هناك خطأ هناك رقل الجزاء كان يجب ان يتم احتسابها هقول لحضراتكم اللي قالوا كابتن سامير بالزبط اهو كابتن سامير عثمان الخبيل التحكيمي لون تايم سبورتز ضربة جزاء غير محتسب لصالح نادي الاتحاد السكنداري امام بيرامدز كان يجب على الفار ان يتدخل والنتجة كانت سفر سفر حتى لو الكرة دي كانت دخل الجون بيرامدز كان هيكسب ولكن حضرتك كحكم وكحكم فار بتحطوا عليكو شبهات وبتخلونا دايما نقتنع احنا مقتنعين مية في المية نقتنع ميتين في المية انه قرارات النادي الاهلي دائما ما تكون قرارات صحيحة مية في المية مية في المية انا بعد كده اللي النادي الاهلي حيقوله حمشي وراه لانه عندما قرر النادي الاهلي ان يكون هناك حكم اجنبي في مبارات الزمالك ومباراتي بيرامدز ومبارات المصري اديكو شايفين اللي بيحصل اديكو شايفين اللي بيحصل على فكرة بيرامدز فريق جيد برامدز فريق كويس وعنده سكواد تقيل وعنده مدير فني جيد بس اللي أنا دايماً بقوله لحضراتكم يا جماعة شكراً يا زمرة تشكرين يا حبيبي هل هذه الكرة من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت هل الكرة دي مش دار بالجزاء ده انت لو ورتها الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي برامدز هيقولك دي احسبها دار بالجزاء حاجة محسبتهاش ازاي دي يا جماعة والله أنا ما عايز اوطر حد ولا اعمل حاجة ولكن أنا راجل حاسس بالظلم كاسكندراني وكأهلاوي أنا حاسس باللي بيحصل ده ظلم ظلم يا جماعة والله احسبها ممكن ما تجيش ولو جات برامدز هيكسب برامدز هيكسب هل هي دي الكرة الوحيدة اللي حصلت مش هي دي الكرة الوحيدة اللي حصلت يا جماعة حصل قبل كده كذا حاجة أنا حجبها لكم على يوم الثلاثة او الاربع أنا قلت لهم يحضروا لي كل الأخطاء عشانا قدر اتكلم فيها معاكم ولكن يعني عن غير قصد طبعا أنا هنا ما بيقولش حاجة عن قصد استحال أنا حطلع أقول هذه الكلمات ولكن شمعنا مباريات برامدز دايما بيحصل فيها كده أمام مودرن فيوتشر شفنا رئيس نادي مودرن سبورت وطلع بيتكلم كان عندنا قصة واحتوصي بتعلينا راكل الجزاء وهي مش راكل الجزاء أمام مش عارف مين سيراميكا نفس الكلام شفنا سيراميكا ومنزلين بيان كبير وعريض وطويل بيتكلموا فيه عن التحكيم أمام الاتحاد السكندري للمرة التانية الاتحاد بيتظلم للمرة التانية مرة في مباراة الداخلية بالوفصايد اللي هو الكيلو اللي ما حسبوش ده والكرة دي طب ما تحسابها على فكرة لو دخل الجون واحد سفر النادي للتحاد يعني ممكن ها في الآخر بيراميدز هيكسب لأنه فريق أقوى من السكواد بيراميدز أقوى من السكواد الاتحاد مليون في المية محدش يقدر يقول غير كده وأفضل وأمهر وكل حاجة أنا بقول الحقيقة ولكن يا عم الدينة يحسابها راكل الجزاء وبعد كده اللي يحصل يحصل ادي للناس حقها ادي للأهلوية حقهم على النادي الأهلي ضرب الجزاء ما تحسب ضرب الجزاء على النادي الأهلي يا أخي وأنتو ليه بتعملوا فينا كده وليه بتوصلونا لهذه الدرجة ان احنا نتكلم بهذا الشكل والله أقسم بالله وشاهد علي كل فريق الإعدال قلت لهم يا جماعة هنتكلم ثلاث يام اللي جايين عايزين ماتش حلو عايزين ماتش جميل احنا كل ما واحد يجي يتكلم اقول ايه اقول يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم مبارح أنا بالنسبالي وفاة أحمد رفعت بعيدا عن الهجس والكلام اللي بيحصل ده كله أنا بالنسبالي هذه الوفاة تؤثر فيه فيي أنا شخصيا والله العظيم ثلاثة ولد زي الفل وتلاتين ولا واحد تلاتين سنة وما بقاش معنا فجماعة بجد والله الواحد نفسه نفسي اطلع حل الكرة واطلع اقف معاكو هنا وقللكو الكرة بتمشي ازاي ونحية اللي مين واسمع الجمور بيقول ايه والكابتن حشيش لما يخش معنا يتكلم والكابتن فلان يخش يشرح ويقولك اه ونتكلم على ونتكلم على ونتكلم على ونتكلم على ونتكلم على ونتكلم على كل الفرق كل ما نيجي نبدأ نعمل كده حط لنا اللقطة دي في وشان حطها يا سمير تاني حط لك اللقطة وخد يا عم اسقط ما تفتحش بقت وحدش بيقولي ولا حد يقدر يقول كده ولكن اللقطة هي اللي بتقولي اللقطة اللي امامك دي لو انا ما طلقتش اتكلمت عنها خلاص يبقى ما بحعمل ايه هعمل ايه والله انا ماليش علاقة بالوان الفنيلات وماليش علاقة باي حاجة خالص ولكن عيب عليكو يا جماعة والله يعني طب الحكم ما شافهاش حكم يعني ما خدش باله لانه مش باين قدامي في اللقطة دي معلش شوفوها في اللايف كده جماعة الحكم فين بحد يقولي شوفوها في اللايف وقولولي انا فاكر انه هو كان هنا بعيد شوية مهم شوفوها وقولولي لكن الحكم مش باين هنا طيب هو الفار ما هي استخدامات الفار نمنا واحد هذه اللقطة انا كفار انا كفار والله جوم يقولولي على اسم حكم الفار مارضيتش اسمعه قلتولهم لا مش عايز اعرفه قلتولهم مش عايز اعرف اسم حكم الفار لانه الناس ممكن تفتكر ان انا بهاجم الحكم من نفسه او حكم الساحة نفسه والله ما اعرف اسميه انا مسألتش يعني طبعا كلهم على دماغنا مش قصدي حاجة ولكن قصدي اقول انه انا وانا دلوقتي وانا داخل مارضيتش اسأل ولما قالولي حنقول نقولهم لا مش عايز اسمع من كتر ما انا مش مصدق ان لقطة زي دي ما تتحسبش لقطة زي دي ما تتحسبش ليه ما اعرفش عايزيننا نقول ايه طيب عايزيننا نقول ان هناك اتجاه او توجه بحاجة معينة مش هطلع اقول الكلام ده يا جماعة ودايما هحاول احافظ على ان كرة القدم بتلعب في الملعب هحاول على قد ما اقدر مش هطلع امشي في هذا الاتجاه ابدا ومش هقول الكلام ده مش هقول الناس بتقول ايه مش هقول لان احنا في قناة تحمل شعار النادي الاهلي لكن بالمنظر دي بالمنظر ده مش عارف اسكت ولا اعمل ايه مش عارف الله اتقم الحكام تفضل الحكم هو جماعة الحكم هو يعني بص لمن لا يرى كابتن مين انا مش عارز اسمع لا مش عارز اعرف محدش يقولي والله مش عارز اعرف ولكن الحكم زاوية الرؤية مفتوحة امامه والكرة مش عارف واضحة حضراتكو قولولي واضحة بجدوا الناب يا جماعة بعطولي قولولي واضحة ولا مش واضحة واضحة ولا مش واضحة اما تقول انا مش عارز اسمع وانا مش عارز اسمع مش عارز اسمع مش عارز اسمع اسمع الحكام والله ما عارز اسمع فمن فضلكو يا جماعة حد يقولي من من جمهور او من جمهور الاتحاد يا جاة يا عم اسلام دي بشراك للجزاء حد يقولي بس يا جماعة لو في حد اسكندراني او بيشجع نادي الاتحاد وهم كتير جدا يبعث لي يبعث لي يقولي يا جماعة او انا كل اللي عايزه والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله وشاهد علي خمسة ستة كانوا قاعدين حوالي منهم الأستاذ اهاب الخطيب قلت كده بيرمز اعلى كتير يا جماعة هيكسب هيكسب تلاتة اربعة والله العظيم اقسم بالله قلت هذه الكلمة والنتيجة سفر سفر مايفرقش معايا النتيجة كام مايفرقش معايا النتيجة كام ولكن يا اخي هو فيه كده هو اللي بيحصل ده طبيعي هل من الطبيعي ان احنا نشوف كرة زي دي ونسكت كابتن اهو كابتن الحاكم موجود اهو وشايف الا لو هم شايفين ان هم مش فار ان هي مش انا اسف ان هي مش راكل الجزاء ماعرفش مش عارف ولم اشاهد رأي كابتن ناصر عباس حتى لا اتأثر ماعرفش هم اتكلموا على الحالة دي ولا لا ولكن سألت ناس كتيرة جدا 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 يا جماعة هذه الكرة ناس خبرى طبعا في التحكيم يا جماعة هذه الكرة لا تحتسب راكل الجزاء ولا تحتسب كل ناس قالتلي يا كابتن اسلام هذه الكرة بعيدا عن الالوان وكنت دايما اقول لهم هذه الكلمة بعيدا عن الالوان الكرة دي تحتسب ولا ما تحتسبش قالوا لي تحتسب بتولهم شكرا اعمل ايه يعني يجب ان يكون هناك وقفة مع التحكيم يا جماعة خلال الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر